وإلى الأوضاع الأمنية في القدس حيث يعبث جيش الاحتلال في العديد من ممتلكات الكنائس فقد أدان الأردن دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى كنيسة في موقع الأيلونة في القدس المحتلة واعتقال اثنين من موظفي القنصلية العامة الفرنسية المكلفين بتأمين الزيارة التي كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي جون ويل بارو واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاء أن ما قامت به قوات الاحتلال هي خطوة تعكس إصرار إسرائيل على استمرار ممارستها التي تنتهك الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس المحتلة مشددا بأنه لا سيادة لإسرائيل عليها وأكد القضاء رفض الأردن المطلق لجميع الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير هوية وطابع القدس الشرقية بما فيها البلدة القديمة وتغيير الوضع التاريخي والقانون القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية كما أكد وقوف الأردن إلى جانب فرنسا ضد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتركوا في القناة